المدام المدام يسمي هوملك من اللي تو اول رئيس دولة قاتش للخريني كورجية كيف كيف؟ حمزة سألناه سباة قالك ما فاماش ياعم لالله حمز انتي تعرفوا اللي لعب في السبعينات وما اخداش اشعاعك برئيسة يقسم بالليل ورسولدي انه اللي لعبوا كلنا عرفهم ما اخدوش اشعاع قوة جوجل ما اعرفوش انا عرفوش موم اللي ما يخدين اشعاع عوش ما تعرفوش. نعرفوش. ابو غانجة بيقي شدة صحيح قطك بعثت صديقي مصري. ياولادي ما تبعثوا ليش لأصدقاء عمرهم عشرين سنة. فما تاريخ. فما تاريخ. التاريخ. ما هذا. العالم موجود عن تدركة عمرو ثمانين. عمرو ثمانين رو مرزوخ. اصدقائك فوق ثلاثين. اشنا هو? نعم. عمرو ثمانين. عمرو ثمانين. عمرو ثمانين. يعرف وصلها. تعرفو ساعتنا الثانية هي الساعة. اشنا ولو ليه? نعم شكرا جزينا. نولي اذا تجي بعدنا شكون? مونة سعيدي. اتفضل يا سيدي نمشي ونشوفه. مونة سعيدي في بصحتك. بصحتك مع مونة سعيدي. مونة سعيدي اهلا وسهلا مرحبا بيك. مرحبا. مولد مبروك. كل عام توما بخير. وانتي زيدة ايضا كذلك. بربي عصيتك بيش? ازجوجو. الحمد لله. حمد لله. حمد وليس كو لقلوب خضر ولا حاشة. مازيك مزيدة هاي اليوم ايش نحكيه على اهم الاوقات لشرب القهوة. الخضره. 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 سبحان الله. برشة سألوني المدة الاخرانية بنعرشه عليهبارشة أسألة جيتني على القهوة الخضرة وقتش نشربوها اسكو هي بالحق تحرق الدهون كيف ما يحكيوا عليها في الغيجيم وإلا لي دونك الأسألة هذية الكل و أهم الأوقات والقانتيتي والطريقة وكل شيء دونك هذو ما أهم الأسألة إن شاء الله بش نجيوب عليهم اليوم أول حاجة بش نقول لكم شنية القهوة الخضرة دونك للي يسمعوا فينا هي راهي نفسك عب القهوة معناتها هذيك هي جوست القهوة الخضرة متحمصتش معناتها القهوة اللي نشربوها اللي لونها بوني غامق اذيكا مارن فانسي عملية التحميس ردت اللون هذيكا دونك القهوة الخضرة اليتان ناتوريل لونها الطبيعي هو اللون الأخضر قبل ما صار لها عملية التحميس كي نعملوا عملية التحميس بش نفقدو معناتها المادة الفعالة اللي هي موجودة في القهوة الخضرة اللي تتميز بها القهوة الخضرة اللي هو حمض لكلوغوجينيك لسيد كلوغوجينيك اللي اشتهرت به القهوة الخضرة دونك ما نحمصوهاش القهوة الخضرة تستحفظ على حمض لكلوغوجينيك اللي هو في الفوائد الكل نبدأ الفايدة اللولانية اللي هو ينشط في الميتابوليزم كي نقوله ينشط في الميتابوليزم معناتها بش يسرع في عملية الحرق يهم الناس اللي تعمل في غيجيم دونك الناس اللي تحب تضعف سويتو يلوجو على حاجة تنشط في الميتابوليزم الحاجة الأخرى اللي هو ينقص من امتصاص السكريات والنشويات اش معناتها معتا اينا كي ناكل حاجة فيها نشويات سكريات راهو حمض لكلوغوجينيك هذي بش يخلي نسبة النشويات اقل امتصاص انتها يكون في الامعاء متاعنا دونك اذا كنتك الحاجة حلوة اذا كنتك الحاجة فيها خبز فيها عجين دونك هو الحمض هذي كلوغوجينيك بش ينقص من امتصاص السكريات والنشويات وكي نقوله ينقص من امتصاص السكريات والنشويات ينقص من الانسولين ينقص من ارتفاع نسبة السكر في الدم لكي يعطينا اكل احساس بالشبع ودائر الناس اللي يستعملوا القهوة الخضرة معروف عليها انها يقول لك راهي تقطع الشيه صد الشيه الناس اللي يعملوا في ريجيم سوختو البريود الولانية بالكل عندهم اكاجو على الفروستراشن على الميك ليلى وجودين على استوس كوب فان بالحق جربوا القهوة الخضرة ثم بعد نقول لكم كيفيش نستعملوها حاجة الثانية يقول له انو حمز الكلوروجينيك زيدا ينقص من امتصاص الدهون افاق انو ينقص من امتصاص فكريات ونشويات ينقص من امتصاص الدهون لك ما يخليش الدهون تتخسن في البدن يحولها سوفوغم دينيرجين نستعملوها معنتها كمصدر للطاقة وهو من مضادات الاكسادة كنقول من مضادات الاكسادة ما تقوي المناعة يحمينا من الامراض السرطانية وزيدا يحمينا من شيخوخة المبكرة هذي الحاجة الولى اللي في القهوة الخضرة الحاجة الثانية اللي هي زيدا فيها نسبة هامة من الكافيين دونك الكافيين موجودة كيما نلقاها في القهوة متاعنا العادية زيدا موجودة في القهوة الخضرة وكي نقولوا كافيين كيف كيف زيدا راهي بش تنشط الميتابوليزم بش تسرع في عملية الايد بش تخليك تتحرك خير عندك انيرجي خير دونك عندك نشاط خير وسط النهار أبخصا زيدا تعملنا ديتوكس نجمو نستعملوها في اللي كور ديتوكس معانتها بش تنظف البدن مالسموم وتخرجك الميت زيدا ذيك الكلو اللي في البدن دونك التاريقة كيفيش بش نستعملوها ولوقات وقتيش نجمو نشربوها ساعة بش نتفاهمو فما القهوة الخضرة اللي هي كعب وفما القهوة الخضرة اللي هي بودر معانتها مرحية إذا كيمش ناخذوها كعب راهو الكعب معانتها يبسين من نجموش رانا نرحيوهم في الدار معانتها إذا كيمش ناخذها كعب يزمك أباري سبيسيال ترحيلك خطر القهوة نزل للوحدة اللي يرحيوكها إذا كان فما زوستو رقل الاستعماء فما طريقة انو عالبارد معانتها ناخذو مثلا عشرة كعبات كعب قهوة خضرة نبيتوهم للكاملة في الماء تقريبا ناخذو نص سترا ماء نحطو فيها عشرة كعبات معانتها قهوة خضرة نخليوها مدة أثناشا ساعة للكاملة فكل ماء هذيكا ونشربوه مثلا كيزوز كيسين في النهاء هذي الطريقة لولانية عالبارد الطريقة الثانية انو تنجم طيبة كيما نطيبو القهوة متاعنا العادية معانتها ناخذو البودر مثلا ناخذو كين تحب تعمل فنجيل هكا صغير تحط فيهم غرفة قهوة من القهوة الخضرة اللي هي بودر والطيب هتغليها معانتها كانك مش طيب قهوة عادية بالنسبة للمطعم راهو مايشبهش ياسر للقهوة متاعنا الخضر مش محروقة هو أكل التحميسة ذيكا يعطي أكل مطعم الفيوح للقهوة به شنو نجمو نعملو ديزاستروس هنا بش نعطيكم نجمو مثلا انتي تشربتها وفي قهوة تحب تستعمل القهوة الخضرة ومطعمها هكا تحسوا قوي تحطها مع قهوتك تخلطها مع القهوة العادية فما ليحط الهيل زي دايعتها مطعم فيوح فما ليحط القرفة فما ليحط قشرة البوركدين للفيوحة بالنسبة للكميات بالنسبة للقهوة مع تلك الخضرة كي تبدأ بودغ ما نفوتوش مغارفين ميكلة في النهار ثلاثة مغارف ميكلة ماكسيما دانك الردو بالنا ما نستعملوش كميات كبيرة على خاطر راهو نحب نقول اللي القهوة الخضرة فيها فوائد ولكن فيها كميات منسبة من الكافيين نسبة هم ما زادها من الكافيين دانك المرة الحبلة والمرأة اللي ترذع يبعدو على القهوة الخضرة وإلا إنهم يستعملوا القهوة الخضرة الناس زي دة كيف كيف لو عندهم أمراض ولا يشربو في دواية دوبخة فغنسية يستشيروا أتبي بقبل ما يستعملوا القهوة الخضرة زي دة كيف كيف الناس اللي عندها مشاكل في النوم وبما أنو فيها نسبة من الكافيين دونك ننصحكم باش تبعدوا عليها في العشية معناتك يتحب تشرب القهوة الخضرة وشربها في الصباح دي بودة بخيمي دي هكا أول معناتها العشوية ما تشربهاش في الليل راهي تنجم الطير عليك إنه وتنجم زادة تعمل تسارع في نبضات القلب هذو ما بالنسبة للناس اللي يشربوا كمية كبيرة متاع قهوة خضرة دونك ما نفوتوش الكميات اللي أنا حكيت عليها بالنسبة للأوقات فمزوز أوقات إذا كان تحب تستعملها كأستروس كوب فان وقلنا راهو بالحق معناتها في غمارة هي تنقص يسر من شهية الماكلة دونك ننصحك باش تستعملها قبل الوجبات بل بربع ساعة أربعة دراج تشرب كيس قهوة خضرة سينا إذا كان كليت حاجة فيها نشويات سكريات دهون وتحب حاجة تعاونك باش تسرع في حرقانك سكريات والدهون هنا تخليها بعد بساعة من الماكلة متاعك بعد ما كليت دونك من الوجبة سويعة هكاكا تنجم تشرب القهوة الخضرة شكرا لك يعطيك ألف صحة القهوة الخضرة أول مرة نسمع بيها موجودة موجودة للي يسألوك وين يبيعوا التوابل وين يبيعوا التوابل طالق قهوة الخضرة موجودة شكرا لك على الفاوضة ذي لكلها منات سعيدي مرسي بكو دونك بش نمشي ونشوفوا كيفاش نتعاملوا مع السخانة عند الصغيرة تبع المدام وشوف اللي سار مع وجيها الجندوبي على اي فايم أحلى غاديو لحداش وثمونتاش دقيقة وقاية صحة صغيرك صحة صغيرك بايمت بونتين أو الموقع تبي في تونس والوحيد اللي تلقى فيه أقرب تبيب وتاخذ معها موعد على انترنت اليوم في صحة صغيرك بش نحكيوا عليك كيفاش نتعاملوا مع السخانة عند صغير حاجة ياسر تفجع كيف تطلع السخانة سيختوك يبدأ عندهم البابي متاحهم لوليني دونك كل البانيكا ديكا لكلها باش نحاولوا نحنا نلقى ولا حل تحضر معنا دكتورة فيدرة بنور طبيبة أطفال أهلا وسهلا مرحبا بيك أهلا بيك مرحبا أهلا بيك دكتورة قبل كل شي شنية أنواع السخانة الساعة عند صغيرات خاطر تختلف قدمنا شوي مدام شكرا نعم ثم مزخانة اهلا نعم فما سخانة العرضية اللي هي سكونابا لا في فيبر إيقو هاذي هي دوم نهارين ثلاثة أيام ومن بعد تمشي واحدها سواء بتطبيب وإلا وحدها يعني بالعلاج دكتورة يعني دوى سخانة وكهو النوع الثاني مسخانة هي سخانة متكررة اللي هي دوم نهارين ثلاثة ومن بعد يوقض اربع خمسة يام صغير محدود ترشع وهمكذا الدوليك دكتورة الخانة الثالثة هي سخنة المطاولة اللي تفوت 15 يوم وكل يوم صغير يعمل أم بيك فيبريل كل يوم كيفاش نتعامل معهم هذو ما الأنواع هذه الكلة؟ احنا اليوم ان شاء الله بش نتطرقو للفييفر ايجو يعني هذيك اللي يتهمنا وهذيك اللي يتهم الوالدين كتعامل أولي قبل ما يمشي للطبيب دونك السخانة كيفاش نقيسوها؟ قبل كل شي ايش معنتها سخانة؟ ووقتيش نقوله سخانة وشنية التمبراتور نعمال عند الصغير؟ التمبراتور نعمال او الحرارة العادية متاع الجسم هي مبين 36.5 درجة الى 37.5 فما هكا انفغياشون صغيرة في وسط النهار اللي طبيعيا السخانة تبدأ في الصباح منخفضة وفي الليل تبدأ مرتفعة شوية بما يقابل 0.6 درجة ووقتيش نقوله تاو ولدي عنده سخانة؟ لو نقوله ولدي عنده سخانة اذا كان التمبراتور او الحرارة للجسم تفوت او تساوي 38 درجة مئوية قول قيل كيفاش بش نقيسها انا؟ او الحاجة اسك كيفاش ولدي يعني 38 درجة اسك كي يبدأ لابس برشة معناتها سخانة؟ اذا معناتها بولا ديفينيشون يلزم هال 38 دمي، هال 38 بلوتو ويلزم الصغير يكون لابس بطريقة طبيعية يلزم ميكون في بتسخونة، يلزم مهوش يعمل في ناشاط رياضي دانك هوني بش نقوله افكتيب ما ولدي عنده سخانة اى 38 داو كيفاش نقيسوها السخان؟ بش نستعملوا ان تيرمومتر اسموا التيرمومتر نيوميريك او الالكتروني التيرمومتر هذي بلزو ما معروف عند الماما تيرمومتر هذي يوين نحطوه بش نقيسو سخانة بش نحطوه في مقرة الصغير او مخرجو او لانيو سمتعو فما انبو متاليك والله هكا جزء معدني نحطوه في مخرج الصغير ونستنيه حتى لين التيرمومتر افيش لاتمبراتور ووقتها انجنغال يما فما انبيب صنوغ يعني هكا اشارة صوتية تقول راهوا سيه القيسين القيس سخانة او فيه ونقاو التمبراتور متاع صغير افيشه سور تيرمومتر هوني نحب نطرق الموضوع اللي فما بطبيعة طرق اخرى ولا طرق قيس اخرى ولا ما قيس اخرى بش نقيسو السخانة اللي هي من ضمنهم معروف هو التيرمومتر اميركور اللي بالزئبق هوني التيرمومتر هذي معنتها معمول بي ويستعملوا فيه ولكن عند الصغار نجمو نقولولي هو ممنوع تماما حتى في الحقيقة عند الكبار والريسك هو في الحقيقة الزئبق يعني عندك تيرمومتر بلار اللي هو يتكسر في وسطه مادة سامة اللي كانت تكسر وخاصة في بقعة تلينيو سبايتخ تريقر اللي كعليش من الاحسن مستعملوش تيرمومتر هذي عند الصغار وفي الحقيقة الدقيق ولكن يزمنا معاش نستعملوه والاكثرية اللي باران معاش يستعملوه داكور فما الطرق اخرى اللي شفناها في الكورونا فيروس هما كل اللي تنفر التيرمومتر انفراروش تحطوا في الجلدة وإلا فما النوع اخر يتحط دي بندلات سور الفرن فما يدخرين في الفم فما يدخرين في الايبت لذو ما راهم ما هو مش معتمد عليهم عند الصغار اللي خاطر دي ما تنقصهم بالا تنقصهم الدقة داكور ما نجموش نتعاملوه فلاحقيقة حتى عندك بال ما عندك كا برمير أبور وي من بعد فور السورويانس دي ما نستعملوه اللي هو هذي داكور هذا اهم ودقو يعطيك خاطر احنا يقول لك اسمع كي تستعمل ذي كزيد درجة ناقص نص نص دي ما فما ما فمش نص عنده قيمان اي اكيد اي 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 اكيد بي وكيف تطلع نلقاوه السخانة 38 البانيك والدنيعات هوني انا نحب نفسر السخانة ستريز امبورتان اي بكبع احنا باش نحيوه كالبانيك وهذي انا عليش احنا اقترحنا هالموضوع ذي انو شنية هي تفسير السخانة عليش صغير تطلع له السخانة ستريز امبورتان بش الويلدين يعرفوا دونك وقت اللي يصير اقتحام جورثومي وإلا فيروسي للبدن البدن بش يعمل رادة فاعل رادة فاعل هذية في الحقيقة تهم الجهاز مناعي متاع الصغير يصير تنشيط وكالتنشيط تكون نتيجة تمتاعه ارتفاع درجة الحرارة دركا اذا فهالسخانة هذية وارتفاع هي حاجة بداية علاج او النجم يتسمع علاج مؤقت اي 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 معنتها والحاجة الاهم انو يلزمهم بالضبط ما يعطيوا الدوية سخانة كيف همنا احنا اللي سخانة راهي مايش حاجة فالحقيقة معنتها خطيرة ويا راهي مفيدة وراهي تدل انو راهوا اللي بدان بداية يتفاعل وبدان كما نقولوا يدفع على روحه اذا كان سمحني دكتورة يبدأ في ثمانية وثلاثين مش اكثر كيف فيش بشنا تعامل اوه صغيري نرى صغيري عنده صغانة اول حاجة نشربو الماء ولا نشربو حاجة يحبها تبدأ حاجة سائلة اخرى تبدأ فرشكة اللي تفرشكو ثاني حاجة نحاول ننقص له لحويش دونك ننقص له لحويش كيفيش مش نعريه كمبلتمن حمت كي ما تعرفي واللي صغير ازرق شفيش فزرق يلتولي اغمال دونك جس ننقص له شوي ونبدأ دي ما نبدأ قريبة من صغيري نثبت اللي لاطرفي متاعو مش بيردة نثبت اللي هو معنات هيتاق ما هوش ازرق ما هوش يتنفس عادي دونك انجني غا نخليوا الملابس الداخلية اللي هي تبدأ قطنية وزيدو الحاجة الثالثة وقت اللي ودي نقع عنده صغانة نثبت كيف كيف في البيت نحاول نهويها باجت ما تبدأش لا تمبراتور تعلع وزيدك كيك تطلع له صغانة متاعو دكار فما طرق زيدة مهمة اللي هي تقليدية لكن انا نحب نشيري لها بورين غيزون تتعرفوه عليش اللي مثلا ولدك عنده صغانة ولا تحب تعملو بانو هاكوالي تقول نعملو بانو 1 و 2 دقري انفرير على التمبراتور ديكار هاكوالي ولا تقول خلي نعملو كاما ديت كاما ديت على جبينو على شعر ولا على كيما نقولو أصل الأطراف على البطن هاكوالي ابان سيميتود في الحقيقة ما فما حتى مستند علمي يشجع عليهم بالعكس بالعكس الصغير ينجم ما يستحملهمش وينزهم زيدوا يمرضوا مثلا أنا عندي ان فيروس آ نعريروا يحايفون باردو تحط لينتيل باردو كل شيء نعمل نازلة باردية كاريبان فمتافن ولي خاشمي يجري والكور دانك آيفيته فما هوني بش نقول حاجة مهمة اللي نعش كاسمعتو بيها اللي بيغ ترميل مجر وإلا سكن أقبل السخانة كي ترتفع بطريقة غير عادية توصل واحد واربعين درجاء ميدكالما parlant هذه هي صغير وفظة جدا الكبار PERدية الكبار أصدق يوجد المشاركة تقتلر بطريقة مجر Einsدعى ان هناك صغير وشخانة ما يقالEven لهم لهم فيروس Unمتازل من هناك لذلك يبدو لدي صغيرة يسمى ترتفع بيها اللي خاتر تنجم إذا كان يفاقش بيها أو خالية البيتسونة أو لبستو أكبر ملزم أو غطيتو أكبر ملزم فبالتالي ينجم إذن السخانة تطلع 40 يمم نحب أن نحكيه في العلاج بالطبع علش أنا الزيدة علش ستي أمبوخطان دو كيما قوله وشنا تطرقوا له فيفغ اللي راهي السخانة الوالدين نحبهم يعرفوا دوي سخانة من قبل ما يمرض صغيرهم الحق؟ معناتها أنت يقدم صغيرك معناتها عنده سخانة مش مش تقول تكلمت بيب نجم ما تلقاشي فيلزمك تعرف تتعامل نحكينا اليوم في سخانة ثاني حاجة أنه نحب الوالدين تكون عندهم طريقة واضحة طريقة سليمة طريقة يعني تبدأ ما هيش غالطة ايكزاكتما دونك يلزم تكون في دارهم في الصيدة اليوم تاع المنزل تكون في موجود دوي سخانة من قبل ما يمرض صغير نعرفش نتعامل ونعرف يكون عندي دوي بل ما نمشي للطبيق دوزاج زيدة كيف كيف مهم باشا ايكزاكتما طوا بيش نحكيه على الدوزاج دونك شنو الدوي اللي بيش نستعملو هم هما بش نستعملو لپاراسيتامول دونك شنو الدوي اللي بيش نستعملو هم مرجعي يعني عالمياً مرجعي لطوميديكاسيون وتنجم ايه معنى اوليه تنجمو تستعملو دوي هيدا راهو بطريقة ما في حتى مشكلة على خاطر الميزة هيدية انو الدوز تكسيك اللي يدي فوى الدوز تيرابيوتي تاني حاجة دوي هيدا مهم عليش على خاطر ما نشوفوش فيه حساسية الحساسية براتيكم نادرة جدا تالت حاجة نجمو نعطيوه فور لزنفان أبارتيق دو 3 كيلو يعني دي لانيسانس صغير عمل اسخانة بطبيع باستيشارة الطبيب ولكن ممكن اننا نعملوه بالنسبة للجرعة الدوي هيدا هو مابين 60 و 80 ميلي جرام بالكيلو في النهار ويتوزع كل أربعة إلى ستة ساعات داكو داكو نتعدى للنوع الثاني بالدوي اللي هو سكون ابل اللي هما المضادات للالتهاب الغير ستيرويدية وهذو مدويات ما نجموش نقولو مهمش ناجعين بالعكس يسون تري 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 زيفيكاس ولكن الإشكال متاحهم هي العوارض الجانبية اللي هي نجمو نشوفو نيزيف نجمو نشوفو تقرحات لقدر الله في المعدة أو في الأمعار الحساسية مو الدولة جدا كي نعطيوه دمه هيدا والأهم من ذلك هو التعافن ويزينفكشيون اي داكو نفوق في أي بقعة من البدن حسب بطبيع على المرض إذاك عليش هذو ماليزانتي انفلاماتوار ننصح ليستعملوهمش إلا بستشارة الطبيق يعني تفضل دائما أنهم يت Additionalic. إنهم لا يتحدثون بالم Muslimحول أنهم لا يustوفون إنهم حول إلى ت combienنا منهم فلنettes الوصفة كما تتوجدون سيبير بالأس Perrean و أتوارون 爆ندها مستعدد من الإنتاج إنهم يتحدثون ويستعيد Funny إني أشبار genuinely دائما نجمع كأن الأهم جس فما باش نختم اينا تفضل ايه اي عايشك فضلك باش نختم بالهذا ما نسطروا الافكار متاعنا اول حاجة والدي عنده صخانة شنو نعمل نعطي اي نعطي 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 اللي هو يزمي تعته امونو تيرابي يعني الدوية هذي تعته وحده حسب الوزن وحسب معنتها احتياجة صغير كل اربع الى ستة ساعات والدي عنده صخانة نعطي نعطي امونو تيرابي واحده الثاني حاجة حكاية الالترنانس اللي مدي ولا بارشا فيها انه انا ولدي عنده صخانة فمرة نعطي انتي انفلاماتوار مثلا ومرة نعطي دو باراستامول هذي زده ما فما حتى مستند علمي يثبت نجعته واخلوه من الاضراء فبالتالي رأوا الحكاية هذي ازمها تتنحى ما تتستعملش على خطر كما قلنا ما فما حتى مستند علمي تتنجم تكون دارة الحاجة الثالثة نسمع فيك مادة الحاجة الثالثة نختم بها هو انه يلزم الازنتي انفلاماتوار هذو ما يتعطاه ان دوزين پوزيشون وإلا ان دوزين انتونسون باستشارة الطبيب فما زوز حالات نأكد عليهم اللي ملزمش يستعملوا الازنتي انفلاماتوار وقت اللي اول حاجة صغيرة يبدأ عنده صخانة مع طفح جلدي معنتها طفح جلدي مع انت بوزوغار ولا حمورية ولا البتت فيزيكول وثاني حاجة وقت اللي صغيري يبدأ شي يحمل ماء وقت اللي مثلا يرد ولا جفوت جل يعطيك الصحة شكرا لك دكتورة ساعم محليك على اخر تطمن تبيب بقى تطمن تعطي كل التفاصيل يعطيك ألف صحة بركة الله وفيك دكتور قاو فيديو كاملة مع دكتورة فيدرا طبيب الأطفال تعطيكم النساقح للباقان اللي مامون سيخطو اللي يبدأوا خايفين يسر يسر من السخانة عند صغيرهم اللي تفعليهم تعرضة إلى حدث مرور في الويكاند اللي هو السيد الكفوري وهذا ما منعوش باش يحكي عليه ويعطيه سفر الانسانية بايو راجح في شد روحك شد روحك أيوه في شد روحك اليوم حلقة كيما أي حلقة وله مهم السيد اللي باش نحكيه عليه ولا شيء اشقالت امين ابو غنج امين امين امبوسيبل امبوسيبل كان بشتعطي اشناب في الموضوع هذي لما حالا طلبت منها باش تدخل ولكن قتلي واقل امبوسيبل كان نجم عنتها نحكي معاك حدك كيلمة بشدها البكاية والغريد وجوه ذاك عنده مدافعين برشا لما حالا مش جونت في مينين السيد اذا مناجمو وش ننكروه ولكن على شنوه بالضبط ما ندروش كيما قال سامير ما العلمو هندل على كل هيت خنشوفوش عنده في الفيش تكنيك هالفنان ذو الاحساس الهائل ضيفنا اليوم كفوري واقل تاريخ الاصدار عام 1974 الطول كيفي هل ميتر و89 نقطة تشابه او التقاء به ياسر به الحالة الاجتماعية اعزب نهر اللي طلق اخت امينة جات بلاي بافات من غضوة مرضت بالكورونا الخاصية الخاصية اللي حالا ركزوا فيها ياسر الهي الوحيد اللي شاف الطيور تبكي الميزة اللي عنده الوحيد اللي يعمل كل موطنب بالشعر اللي في صدره معناها الحجام وهو المسؤول على ازاي الشتوي متاع سيوي اللي هيلو بامور الزز السقي الغيراسة يرشو اللمونيتر ساعت يقلع له الطفاليات وجواذك قاعد يتعب معها السيد قاعد يتعب الراجل اللي هيلو وذيب الامور متاع القزان وكذا قالك ساعات يخرج فرادي تالونات ساعات تخرج شقوفات متاع يغور تابوار بنتات متاع سواجر كنا سمعنا اللي هو عمل الحادث كما قلت انت يا وجوج مؤخرا والحمد لله لابس الحمد لله ولكن اتعدت الروايات على اسباب وقوع الحادث فما اللي يقول كان يجري برشا واتخل في البيتون وذيك متاع سيباراسيون فما اللي يقول اللي فما كرها باخر عطته الحز فلوتروت ولكن اكثر واحد في يابل وينجم يجاوبنا على الموضوع هذا هو المعني بالامر تفاضل سيوائل قلنا شنية سباب الحادث وشنية اللي يصاب لي لها وقفتني اوتوستوب طلعت وقعدت حدي وقفتني اوتوستوب طلعت وقعدت حدي مر الكل وقفتني اوتوستوب طلعت حدي ما كانش لازم تفلم معناته ودي رابجات وطيقف في الكياس وكذي ينيطان على اليمين وحيدة وحيدة طلع طلع تقعد بحديك هو صار قال كمالي حالة الباب وهو بدا يمول بحبك انا كتير والجو تلقى البروفيل حاضر حاصيله الأخر ومن بعد ما تتعرفوا شنية اللي صار خلال فولان في الفولان وفي الكياس وطلها هو في أمور أخرى حمدول حمدول ساتو الربي ولبس فنان شديد الدهاء وقت اللي بعثوله استدعاء لدورة التجنيد عمل لهم ألبوم لا فيش متاعه كما نجموا شوفوا على الشاشة حالين شوفوا الجو شوفت الخنار طيحت البلارة بكراح الشاشة ألبوم رائع عام 1999 أو ألبوم شيرين تستاهل كان أشاب من هكا عم تخرج عام 1991 شوفوا لافيش شوفوا الديكور شوفوا الجو ولهنين فيش يتمثل الدهاء الألبوم هذي يضرب رغم ردائط لافيش وحذي مضرب فشقالوا مع أنت لارانجموش كان ما بين وزارة الدفاع متاعهم أنا داك وسيد واقل الكفوري قالوا له به يا سيدي انت معفى مش جايش هيا مش مشكل ولكن أي حفلة بش تقدمها هي لزمك تحضر بالكمبا عالرك كانت الأمور كيف نهاكا ها هو شوف الحفلات شوف كلها كومبا هاي صحي وهو كالقولة رانجموش ألم يا بلد خير برشا تصوروا مع أنت قدام خط العدو ويخرج لهم وحيدا لو حبنا غلطة مثلا شكام بش يضحك العدو أنا ذاك شكام بش يستمتع كما قالت أختنا أميرة كان ضيفنا اليوم وائل الكفوري ولكن أختنا أميرة الأخرى قالت ما تقولش على وائل فرفوري شكرا شكرا لك وائل الكفوري الحب شاء الله أبو تريكا ما غادرش في الستوديو لا لا أبو تريكا ما زي تتشوف تتشوف طيو يجي أبو تريكا المتاعيين يلا يا سيدي ما زينا بش نتواصلوا معاكم حتيش نصر النهار بش نسمعوا ضيفنا نسناوه بعد شوية لطفي العبدالي نسمعوا وائل الكفوري في أغنية نهديوها البنتي أمين أبو غانش تحكي بجدك هاكي كاتون هاي هاي في بالي ما زلتوا مش تحكيه يحكيوا على أبو تريكا قالوا لي فم لاعب ولكن ولد ولد عمر 18 سنة يلا في قطر يلا نعطيكم الاستاتيستيك في سعفي سحب الله لاعب لاعب ثلاثة ما تشويت في 2020 2021 وش ماركة حتى مش عامل حتى لما اخذ حتى كرتان وحتى عمل تشي شيف شيف شكرا لكم عندي ضيف صديق من حب زميل برشة حاجات برشة يعني لكثير والكثير لطفل عبدالي سبح النور سبح النور يا احلى كوميجان يا بسر يا خير شنا حوالك شنا حوالك ايه ربي خليك وانتي زيدة سافالة بس تبارك الله فما حركة فما خدمة فرحانين برشة برشة اللي بش نعاود ونشوفوك في منوعة بيان سير بش تكون في قيمة لطفل عبدالي في كرتاج بلوس دونك اذيك عليش حبينا نحكيه معك شوية اليوم يوسف سمحني خذيتلك مرحبا ليه بتبع نعرف عليك بك مع لطفل عبدالي وخيين سبعة خير لطفي شنا حوالك سبعة خير ناس كل يعطيكم بتاعها انا بيزال برنامج مطيعكم من عمنا والانتبع فيه بريمونس وفيه عايش ربي فضلك لطفي نحكيه شوية على التلفز مبروك للنجاح متاع الحلقة الأولى من عبدالي بيكشو عايزكم جوست الحلقة الأولى عملت أثارة الجدل كما نقول نحنا بعد التقليد لرئيس الجمهورية انت عملت فيديو قلت وصلتني تهديدات بسبب التقليد ذيك انت حكينا أكثر تفاصيل والله شوف نحنا لحقيقة روك عملنا المفازة بتاع قلدنا قايش سعيد معنين ها قايش 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 عيد معنين المفقلق مروين بوزيين زميلنا في ايف مروين زميلنا في ايف مروين لا لا ويحكيه صحة معنينها تسود جيب وتحيح 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 والكلام نحنا رو معنينها تفضلك متاع ما حبي نس مش ماننزلي مش عالبي انا تعرف برامجي ما نعمل فيهم ماننش نزلي عباد المرمات فيهم ونزلي عباد مثلا الفنانين نعرك فيهم بالأس هنا عندي برنامج ترفيهي نحب نكون فيه الزحكة حبينا نعمل زحكة معنين حبينا نعمل انتردكشيون مع كم كوان انترقائز عيد عنده اكوما كلها نفيا وانا البرنامج نتاعي الكروني كوز نفيا حبينا نعمل تفاجئت لحقيقة انا تفاجئت يتدخل عالباج اليوم بتاع كرتاج بلوس ولا الفيديو بتاع الفيديو اذيك تفاجئت بلعبات كيف تسيب والمساجات اللي زيتني ولعبات كيف تقبلتها وعملية محاول تقليل لقاية بخلاف المساجات اللي زيوني عال وناس تسيب وناس ان شاء الله تموت وناس قد تربي ما تش انا عودت على الحاجات تزومة يعني لكن ما كنتش نستمر في بالي جاوزناها وفي بالي اليوم في مرحلة اخرى نحنا في بلادنا وفي عقلنا وفي عقلنا ونحنا الفنانين في بلنا لعبات قبلة اللي نحنا اليوم خاطر وليت عنا تقاليد انا مهد من الناس خلقت الرؤسال كله وعملت فضيكة على الرؤسال كله ونقضت الرؤسال كله عليش قاعد لهم لطفي فما برشا عباد الرأي متاحهم بطبيعة برشا متابعين خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي يقولوا انو الفيديو متاعك ما هي إلا محاولة لإثارة الجدل والبوز شناء اجابتك لهم للناس ذوما وخاطر برشا تكتب على مواقع التواصل الاجتماعي انو عبدالي كل مرة يهابت فيديو بشي يجلب الأنظار فقط معنا نحنا داخل متنا انو نحاول نجلب الأنظار انا ما نصورش انتي عامل اميسيون باش ميز معك حد وما يتفرض فيك حد من صورت انك اليوم تخرج تعمل فيديو ولا تخرج لكن انا حبيت نحكي على مشكلة بلوز الانظار جدت وحكينا والميسيون بالنواقف متاحة معناها أول حلقة اللي تيها برشا مشاكل معناها خاطروا ناكو مونسي وقادوا تربي قادين نحلوا فيهم وحلينيهم خاطروا كمان نزورنا الحلقة الثانية الحمد لله معناها نشحت والعباد حكيوا عليها مش ازاي انا حبيت نوعي العباد في الفيديو حبيت كلهم جداروا تهديدات من الشيوان كانت بستبان أو بالحبس أو بالقطل ما تعالين نسي نحنا بش نكمل وخدمتنا كيما كملناها ياما تهددنا وياما انا وصلت نحاوز بالقرب كورات وصلت وخارج فيها فتاويت مش واحد لكن الحمد لله اللي انا اللي اتهنيت عليه ان هالحكايه هي ما جيتش الحكومة بيضا منعتنا اليوم الحقيقة معنا جيت من عبادك كمهورة في مخارخ عباد اللي رأى انه مثلا انا كفنان ولا كمضحق يستحقرني ماذا نحكي على رئيس ويستحقرون هم اخاتر ويستحقرون نحن مضاورون مضحقين معنا لطفي خوفك الولترا فاناتيزم انت قلت ديز الترا نصور الولترا فاناتيزم خوفك اكثر من التهديدات اللي وصلتك خاطق انت تقول روما اللي اسمعني هزايا الولترا فاناتيزم يضر اللي يحب قيت يضر في قيت اكثر من يضر في يد انت علاقتك مع رئيس الجمهورية لطفي نعرف ولي يكلمك حتى وقت سارت لك الحادثة متاع وقت الاسبكتاكول علاقتنا علاقتنا انا علاقتي مع عيس قيس سعيد وعلاقتي مع رئاسة طيبة جدا لا يعني انا راني معناها من الناس المساندين كل مهب لها بتاع قيل انا انسان مواقف انسان حاجات بهين كيما كيعمل حاجة خائبة انا من اللول اللي مش ننجز وننطدها خاطر في صالح البلاد بيش في صالح قيل كيما قده هو مش يغلب ولا بش يعمل نحنا مش سين يوم موجودين باحزين اليوم اعلامي يحمي البلاد كيوين بالطلب جمس يعني ولا بالمسر حس يعني والشي الذية تعرف واجهة وكهنته على الاخر يعني اللي نحنا مهنتنا اليوم كيما التنانين كل اليوم فرحوا وقت خمسة وعشرين لان غمتنا حتى على قلبنا وقلتوا بش يعمل اي حاجة هو ولا غير ولا زير نحنا موجودين بش نوقض وذي كان مهنتنا يا معلم هو الفن مجعول لذيك بانه يلاحظ ويشوف ويحسس اذا كان فما مشكل كي المريا معناها المريا متاع المجتمع وطبيعة كل واحد نحنا من الفنانين كل واحد والتصوير اللي حط فيها اللي معروف على لطفي لداس متاعه في الكلمة خاصة معناها في الخطاب المباشر والمباشر جدا في المسرح وحتى في البرامج متاعه وتلفزية لطفي ما تشوفش اللي يمكن فنيا تنجم تنقص شوية من قيمة العمل الفني اذا كان نمشيه ياسر في المباشراتية خاصة حتى بترح الأسماء ساعات شوف أولا مش نجاوب على السؤال خبيلة مجرد فالي أنا كان جيت نحب نعمل بوز بالحكاية ذي دي بينكم انتم البرنامج الوحيد اللي حكيت معاه في الموضوع هذا مرحبا بيك ليه معناها وفي ذلك مش تحكين معاه في الموضوع هذا أنا البرنامج خاطر أنا مزي في ما مش مزي ما نخذ خاطر ومحبة في واجهة قبلت ما حكيت ما حتى برنامج لتلفزي لإدعي لإدعي لشي لأنه أعطيت رأيي أنا في فيديو فت الحكاية معناها وطلبوني حتى من البرة وطلبوني تزيرة وطلبوني برامج كبيرة معناها اليوم اللي بالنسبة اليوم موضوع فنيان وقايت عيط هذه موضوع كبيرة ما حكيت شفيه وما بارتجيت هم بزيادة دونك معناها هذا مش خاتمين حب نعمل البيض يجد يا واجهة عندك الحق سؤالك به إنه أسكو المباشراتية والواحد ستبان دو أنت يقصي تايقو مستيمة العرض وليه أنت والعرض أنت والكاليتي ترافاي أنت والعرض عنش مبني فمعروض كما كما اللي نعمل أنا مبني على المباشراتية كما مثلا اللوان منشوك يقول لكاتريام مير عندك شخصيات والسيناريو المباشراتية تقلق والأسامي تقلق خطر اللعبة كلها بالردو بالتخبي هكا نساهمين اللعبة يقول أنا نعمل في مكسر الحيث يقول كان يقعد مع جمهور ونحكي كان في قهوة وفي دار وذي يظهر سهل أما هو سحيب ياسر وانتي تعرف وزيها معناها واحد يخرج من جيل سيناريو يخرج من جيل راشنو ويختي ويشد ساعتين اي خلي معقولها خدر فالسامي بركة في امريكا تتفرش في شابيل ولا تفرش في معناها امريكا ولا كناديا ولا فرانسيو يفرش والاكتوالي يتيب كلها بالأسامي بالأحداث بالدنيا بالأسامي يدخل حتى بعد ساعات يدخلوا الدار والعائل وثمانتين ميت معناها الميت معناها الميت ولا يحطها الجمهور ما ما يعنيها الميت يحطها الجمهور في جمهور السلق قام قال لك معناها مزاحك ولا ما منحبه نسمع حكاية هكا لوت في اخر سؤال في الموضوع هل صار اتصال مع الرئاسة كلموكم بعد الميسيون هذيك لا حتى اتصال لحكاية لوت في البرنامج كما قلت نجاح كبير تباركال في الحلقة الأولى برشة عباد تفرج وشفنا برشة أنواع ذيوف البلاتو كيفاش يتبدل من تبدأ الميسيون نوع وتوفى الميسيون بنوع آخر قبيلة انتي أول ما بدنا الحيوار متاعنا قتلي هنا منحبش ندخل في البوز وفي المشاكل ما بين العباد ضيفتك زازة للجمعة ذي تعرف شنية صار ما بين زازة وبيا الزردي وانتي قبل قلت في تسريح أنه معاش نحب ندخل حتى خلاف مع باي الزردي بشي تشبد الموضوع اللي صار الجمعة اللي فاتت في برنامجك شوف ساعة أولا زازة بيدها استدعاني يقبل بجمعتين ما يصير البرنامج ما يصير الموضوع جنفية ولا معناها ما ينستدعاش إن كان على خطر صلبت وبيا الزردي ولا ثب وفنان آخر استدعيت زازة أولا خطرها بالحقيقة فنانة استعرضية وعندها في صوتها وتعرف تشتح وتعرف تملي سين بجي البرنامج أنا شاتني أربعة إلى خمسة مرات عملتلي قد مات وطلعت وعملت فرد فيها ويحبوها وعندها جمهور كبيرية هذا على فتد عيناني وأنا تكتشفوا في البرنامج كي بش نقترحوا عليها مثلا نحنا إننا تعكي فيه الموضوع ولا مش بتحكي فيه أنا ما هي قلنا لها عندك اليوم موضوع جديد تحل فما شكون تسبق وأحكي عليك الموضوع هذا تحب تحكي فيه ولا ما تحب تحكي فيه عطيناها الاختياط بعد ما حكينا فيها حكينا معها في برد حكيات وغنيت وعبت البرنامج تفهم فيها ولي فهمتك ايه دونك أنا قلنا لها قلت لها زاز الموضوع عظي تحب تحكي بي ولا ما تحدي تحكي فيه ولا ما تعد داوم وحكي يقترح عليها الموضوع ديريكتو موطول هكي ولي صحيح شوفنيك زدة تحاور لا ما تطرحت عليها وطا تكتشفوا نهار الربع بيش ديوب ولا مش بيش ديوب على الموضوع واضح نكتشفوا إن شاء الله نهار الربع على قناة كرتاش بلوس التسعة متعليل على قناة كرتاش بلوس عبداللي بيكشو لوتفي آخر سؤال شوفتك تحاور في السياسيين سامير ديلو برشة كلم تقال على استضافتك سامير ديلو مش نشوفوا السياسيين أخرين ولا ستيل إكسبسيون معنا متاع الحلقة لول لا لا يا بات إكسبسيون أنا في اللي سيوم بيها حتى الاخرين نجيب السياسيين منحبش نجيب برشة برشة سياسيين لأنهم موش محبوبين ياسي لكن أنا ديما نحب نعطي بكلمة جادة من ياسي أنا نعرف نفسك بدا يا حكيبي هاي لوت في نسمعوا فيك هاي بطلق نجيب النسي برشة مشيها الأخرى مشيرها الأخرى اللي معناها في موقف جبت اليسفح فيك جبت هو من جيها الأخرى شفنت عنها من جيها الأخرى معناها معتش في البوفور معتش وقتها يوالي انتريسون لبوانت بيها لبوانت عبد مش في البوفور اليوم ويلقى معتش ويليس 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 هناك في البوفور ويليس حالة ويليس في مرحلة متع رائزة كبيرة هي انتريسون كلمه انتريسون 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 اشارع وانتريسون لذلك لقد اضعته لكي نجده او لقد اضعته كاريت في سنس بالعكس في في حسينيك عشرة سنة ذوم اللي ما نشحوش فيها بالعكس في الانترفيو بصراحة معناتها كانت انترفيو ريوسي لأنه معناتها ما خليتوش آليز كيما قولوا نحنا سامير ديلو في الحوار وبالذوميرك معناتها تبارك الله دردعتو شوية لطفي في الحوار بتاعك سامير ديل أما مجلتتي حقدر بانسور عندي أنا مجلتتي حقدر خاطر إذا أهمني الوقت نفهم في السياسة لكن جو سنسيبل كمواطن يعني ولا كفنين جو سنسيبل على 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 بوليتيك اللعبة السياسية نعرف شنورة السياسة شفيها معناها نعيش مع عائلة سياسية كبيرة عارقة نحاول هكذا نعمل بزيفور بش نفهم وآخر سؤال لط في خاطر إدهمني الوقت نقريب باشا للتنحكين كيما نحكين نبسط ونحكي كمواطن ونحكي كالعبت كيما نحن نحبه نبسطه ونحبوشت فلسيف برسا ونحبه السؤال سياسي وبجيوب عليه ببكال بكال اللغة الخشبية سياسية ذيكالكل كل الجمال للحاضرة جيوبني كيما نحكي معاك يا معلم معناها لط في آخر سؤال سامحني يا لط في خاطر جوستي دهمنا الوقت آخر سؤال عندي أنا أهم التلفزة مدينة معاك واجهة يرى بفضلك عني خليت لهم الأولاد عندي أنا أهم التلفزة الحق لأنو لط في العبداللي ممثل ممتاز كوميديان ممتاز وفي الدراما زيدا ممتاز جدا سورسين ممتاز جدا وقت ترجع سورسين لط في توحشنيك على الركح ووقتي فماشي دي بروجي الرمضان 2022 هذا مزو سؤالي ترحبت توحشتكم وتوحشت السين وتوحشت البليك السياعي والحقيقة أنا واجهة نظم تعكيلة على الموضوع هذا في الراديو وليس في البريبي راهو نحنا إننا نحنا اللي نعمل فيه هنا واجهة وليكيفنا راهو اللي قيمتنا اللي تعطيهن للتلفزة ولا تعطيهن راديو ولا تعطيهن فلوس ولا تعطيهن أفلام ولا مساء الثلاث راهو قيمتنا الحقيقية كي نطلعوا سورسين ونو يجينا جمهورنا ونعيشوا كل مبان ما جيك مبيناتنا ذاك ونقولوا لي في قلوبنا ونقولوا لي في هكا والبريبي يصفق من القلب ويجيك تطفيق سانسير وريال بالوقت علش علش على ساتر كان مش نعمل تلفزة أنا مقيد مقيد يتفرجوا فيها عائلات ومقيد تتعطي عندي برنامج ومقيد عندي اسم تلفزة وقيد وراي ادرا شنوا كان في الراديو كيف كيف يمقيد كان في منسلسة المقيد في سيناريو ومهمش أبتاري كان في فيلم حتى أبداعك فكرة بتاعة مخر زينا قاعد نقول فيها لكن أنا على المسرح قاعد نقول اللي تتقلبي بالضبط مشروعك مشروعك المسرح دي ما هو مشروع وقتش الرجع وقتش ترجع سي في المستمع ونفلتري فيه على مي سنتيمان مي سنساسيان ونخرج فيه للعباد العباد معناه تتفاعل مع لطف 100% وقتش الرجع لطف أعطينا دار الرجع من شاء الله أول عرض بقدرة ربي أخر شر في أفريكا جاد وبعد في المسرح البلدي 5 نوفمبر وإن شاء الله ترجع هنا 100% إن شاء الله ترجع العروض 100% جمهور مهم جدا قعدنا في 50% وفهم برشا مساريف على العروض نحكيه على العروض الممثل الواحد راهو مسروف كبير برشا برشا وقعدنا دي ما فيه 50% أكهو متاقط استيعاب بالمسرح شكرا لك لطفي موفق إن شاء الله يا ربي وإن شاء الله نجح في أعمالك بكل مرسي بكو مرسي بكو يفتلك يا عايش لحدش وثمانية وخمسين دقيقة الغالب دا همنا الوقت بش نعطي غزو تامتا على الصنداج اللي سؤال متاعه هل أنت معسان قانون تجريم العنف اللفظي على مواقع التواصل الاجتماعي 85% قالوا أي وأكيد جدا وخمسة شفين مية فقط قالوا أحنا ضد جست وجوج تصليح المعلومة موجود القانون أم هو قانون ثلب ثلب يتبقوه على قانون العنف العنف ماذا بنا قانون واحد وللعنف اللفظ على مواقع التواصل الاجتماعي شكرا شكرا لكم أبنائي شكرا يوسف شكرا راجح شكرا علي شكرا دليل شكرا كبير أمين أبو غنجة في الإعداد معها علي عرعود نور بولابيار في الإخراج سليم بالحمزة إيمان ميلك البارحة طيبة فتور رجلها ولا حاجة بداع حمد الله يا ربي غدوة إن شاء الله نتقابله في موعد آخر في نفس التوقيت نقول لكم شاهية طيبة وبرشة بوسيت